تعيين لورينزو ريجيكام في التارجي قبل كوشي هو ينهي مرحلة يعني انتقالية كان لازم توفى فيسع في التارجي لأنه تارجي ينتظر فيه استحقاقات كبرى اسكندر القصري يعني مهم جداً أنه على قل أمل هالمرحلة الانتقالية بس نعرفوا آخر مباراة بشكونوا مع مستقبل قبل بس ثم لورينزو يقود التارجي في هذا الموسم المهم نعطيك فيسع بخمسة معلومات مهمة على هذا المدرب خلني قدمه أكثر لجمهور التونسي هو كان لعب وسط ومهاجم سابق لعب في أندية صغيرة خاصة في رومانيا من أشهر اجتوى بوخارست أحد أكبر الأندية الرومانية لعب معه منذ سنوات ألف وتسعمائة وتسعين والفين يعني اللاعب هذا عنده خلفية وسط مهاجم نرما ما هو المدربة ذي بسيكون عنده نفس هجومي بتشرعه وتارجي خاصة ما اللاعبين الموجودين ربما يتحصل على المستوى الهجومي الخطة المفاضلة بتاعه وهي خطة أربعة اثنين ثلاثة واحد طبعا هذي الخطة هذي كان جربها في عديد الأندية في رومانيا خاصة فريق بوخارست الروماني لقادوا لمدة سنتين هذي أطول تجربة للمدربة ذي معروف بالاستقرار في رومانيا خاصة ومعروف بعلاقته الباية مع اللاعبين وفرض الانضباط هذي خاصية متاعه عنده سبع ألقاء في السجل متاعه لقب بالدور الروماني مع هذا الفريق وارفع الكأس والكأس السوبر الروماني ثم توج مع فريق الوحدة الإماراتي بلقب الدوري في مرسبتين على التوالي عام 2018-2019 خبرته خاصة خريجية في الدورة السعودي يلعب في رق الهيلال درب الهيلال درب الطائل موسم للفارط عنده فكرة على الملاعب العربية ولكن هي أول تجربة لي في القارة الأفريقية قارة أخرى نعرفه تونس مناخ آخر المدرسة الرومانية مزلت نوعا من مجهولة عند جمهورة نوسية خاصة في العصر الحديث في السنوات الأخيرة عندنا برشة مدرب كما هذا ومهمة معلومة برشة الراتب السنوي اللي يقولوا عليه المهمية سنحطة للتراجي يحكيوا على المبرأة لم يتجاوز 500 ألف يورو سنويا هذا هو الراتب لمدرب رجي كانف ونعرفه اليوم ذاكر المرتب ولا يعني هاجز كبير لجمال أندية تونسية لأنه سوق المدربين يعني في الارتفاع صاروخي يظل الأندية تونسية بما فيهم التراجي أصبح يلاقي صعوبات في النيجوسياشيون خاصة مع المدربين الأجانب اللي يكون عندهم سيفي محترم شوف أحمد